النساء هنا نصف المجتمع ولكن يبدو أن الاستثمارات المباشرة المتعلقة بهن ليست كذلك لذلك كان الفيم تيك ما هو هذا المصطلح وكيف نتابع هذا المصطلح وتقنياته مصطلح الفيم تيك هو عبارة عن قائمة من التقنيات التكنولوجية الموجهة بشكل مباشر لتحسين حياة المرأة وهذا المصطلح ظهر في عام 2016 على يد إيدا تين التي هي الرئيسة التنفيذية لتطبيق كلو الأسباب ما بين أو لتراجع هذه الاستثمارات في التطبيقات النسائية بشكل واضح هناك فجوة ما بين الجنسين في مجال الرعاية الصحية النساء بالطبع يمثلنا 50% من سكان هذا الكوكب الفجوة ما بين الجنسين في مجال الرعاية الصحية كانت بحسب الـ FDA ربما تبتعد النساء عن التجارب المتعلقة بالدواء في هذه الفترة أو منذ عام 1977 تحديدا وذلك بسبب ربما تعرض السيدات للتغيرات الهرمونية التي تتأثر بها نتائج تجارب الأدوية حجم السوق عالميا يصل إلى 22.5 مليار دولار حتى نوفمبر المنقضي وأعمال الشركات الناشئة بالقطاع التوقعات تشيل إلى نموها إلى 65 مليار دولار بحلول عام 2027 الشركات الناشئة جمعت تمويلات بنحو 14 مليار دولار في عام 2020 وثلاثة في المئة فقط من إجمالية تمويلات موجهة للرعاية الصحية ماذا أيضا عن النماذج في هذه الشركات شركات الفيمتك شركات الفيمتك شهدنا استحواذ من بير الألمانية بـ 425 مليون دولار وهذا الأمر أيضا كان هناك دعم بيل جيتس لبيوميلك وهي شركة متخصصة في زراعة خلايا مرتبطة بحليب الأم وهناك أيضا أول شركة يونيكون متعلقة بهذا القطاع هي شركة مافين كلينيك وجمعت سيولا بـ 110 مليون دولار في هذه أيضا الموضوعات التحديات التي تواجه الشركات فجوة ما بين الرجال والنساء كما تحدثنا في الأبحاث الصحية والندرة في العلوم الطبية الأساسية وهناك مصاعب بحثية من خلال المخاوف التي في غير محلها بشأن إرباك الهرمونات لنتائج الأبحاث ومصاعب تمويلية أخرى حيث لم تجمع هيرتليتي هيلث لم تجمع سوى 5.7 مليون دولار في تمويل أولي لها إذن النساء ومصطلح الفيم تيك هناك استثمارات واعدة في هذا المجال من المقرر أن ترى النور في عام 2027